سمعت يا خليل ما قلته قبل الفاصل جراحة القلب المفتوح متوفرة في جميع الأماكن مجاناً متحملش أمها متقوليش عشان مجاناً هيبقى جراح مش كويس دول أسادزة محدش يشوق صدر واحد يعمل قلب مفتوح ويسمح له بيعمل كأنه كان مكفء لا يسمح له فأنت تتوكر على الله بس الأول نشوف عضلة القلب هل عضلة كويسة ولا تصبيرة بالدعمات نعمل تصبيرة كده بالدعمات لحد لما ايه نشوف في رسالة من عطية ام او عطية مو عطية سلام عليكم دكتور أنا عندي قولون وامساك مزمن وارتجع مريء زاد عليهم واجع في ظهري شديد بس كل ده كوم وضربات قلبي كوم تاني لما اجي ارقد عشان انام بس مع ضربات قلبي فوداني الاثنين وبحس بضربات قلبي في رجلي وفي ظهري اماكن متفرقة من الجسم وضربات قلبي بتزيد لما بطلع السلم حتى لو طلعت دور واحد واسف على الإطارة لأ ما فيش إطارة خالص يا عطية طبعا سلام فركشة كده قولون وارتجع مريء طبعا هركز على الشق المهم وهي احساس ضربات القلب اتفقنا احساس ضربات القلب هو دي اللي هارض عليها يامو عطية يامو دي محمد زي محمد صلاح كده مو صلاح ولا مو حاجة تانية المهم هنجاوبك او هجاوبك ما عارفش انت رجل ولا ست بتفصيل كل واحد يسأل نفسه هذي السؤال فاكر يوم ما تولدت انا دولي يا دكتور انت بترج هقولك لو افتخرت يوم ما تولدت هقولك انت حسد قتلك حسد قتلك يوم ما تولدت واللي مدت تلتة اربعة سيام في نعمة ربنا انعم علينا بيها محدش عارفة والله العظيم محد عارفة نعمة كبيرة جدا 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 نعمة التبلد التبلد انت رايح تزور واحد صاحبك لقيت المجاري طفحة حوالين بيته تروح وبعد انت تكلمه التليفون يقولك اصلا المجاري طفحة بقى لها ثلاث سنين تقول انت عايش ازاي بظاهرة التبلد واحد تعود على هذا المنظر اول ثلاث اربعة ايام مش مرتاح بعدك خلاص تعود على المنظر وعالريحة وغالي كل حاجة التبلد نعمة من نعم ربنا علينا نعمة كبيرة جدا يوم ما تولدت حسد قتلك لكن بعد ثلاث اربع ايام تبلدت 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 الايه لثلاث حاجات عددها وانتظامها وقوتها عددها وانتظامها وقوتها خلاص العدد سبعين متبلد عليه منتظمة متبلد عليه بقوة دي التك متبلد عليه محسهاش محسهاش اذا واحد رجع يحس دقات قلبه حاجة من الثلاثة غلط حاجة من الثلاثة حصلت يقيمة تغير في السرعة عددها تغير في انتظامها تغير في قوتها بس اذا واحد بحس دقات قلبه كل تركيزي معاه يا ترى تغير في العدد تغير في الانتظام ولا تغير في القوة هيريحني جدا 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 مثال كل واحد فينا يطلع السلة بس بسرعة شوية تيك 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 هيحس دقت قلبه ليه تغير في السرعة كانت سبعين بقت مية وعشرة كانت سبعين بقت مية وعشرة مية وعشرة حسه لان انا جسمي متعود متعود على السبعين مية وعشرة يحسه لانها خرجت بره بلاش قاعد في امن الله كويس جدا ما تحسش غير الدقة الغلط يدب الله ايه ده ايه قلبي بيعمل كده ليه الدقة الغلط تحسها ليه تغير في الانتظام او مرضى الضغط في الاول او مرضى الشوريان اورتي او الصمان اورتي في الاول يحس دب 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 قلبه بيدبه جوه مع ان السرعة طبيعية والانتظام طبيعي نتغير فيه في القوة اذا واحد حس دقات قلبه نتغير في احد الحاجات الثلاثة واحد في عدد دقات القلب اثنين في انتظام القلب ثلاثة في قوة ضرب القلب فانت اللي بيسأل عطية انت بتقول عندي واجع في ظهري وكده طبعا كلمة قولون دي انا بكرهها انا بكرهها كل واحد بطنك بتوجعه في مصر بيتهم او هو هو بشخص نفس يقولك عشان قولون لا مش عادة ما قد واجع في بطنك بيسمع في ظهرك رقم واحد افكر فيه البانكرياس رقم واحد افكر فيه البانكرياس وله ابحاث وله ادلة ان ده البانكرياس ولا انما انا خدت الشق التاني في الاول وهو هل دقات قلبك دي طبيعية ولا فيها مشكلة انت اللي هتقولك هتروح للدكتور قولي يا دكتور انا حاسس دقات قلبك هايقولي فيه احتمال من ثلاث احتمالات اما العدد تغير سهل جدا او القوة تغيرت او انتظام القلب تغير طيب هل فيه اجهزة تطلع علينا كده طبعا طبعا وسهلة جدا فيها اسمها هولتر ده رسم قلب 72 ساعة هنركب الجهاز على جسمك وبيسجل هل يا طرى دربات قلبك بتزيد بحاجة معينة بمجهود بأكل ولا الوحدة طيب اللي زادي دي نوحة ايه طبيعية زي اللي ربنا عاملها بس زايدة شوية ولا مختلة بقرة كهربية في الأزين ولا في البطين حيجاوبك الهولتر اللي هو بتركبه وبيتقري بعد 2 و 7 ساعة حيجاوب لك جميع الأسئلة اللي انت عايزة ايكو هنعمل ايكو على القلب نشوف هل فيه مشكلة في الصمام الأورطي هل هل لكن بعيدا عن القلب هل يبقى لك من الكلمة اللي جاية بعيدا عن القلب نشاط الغدة الدرقية يعمل اللي انت بتقول عليها نشاط الغدة الدرقية تحس دقات قلبك و لما تيجي تنام فاحنا هنعمل اختبارات للقلب واختبارات ليه نشاط الغدة الدرقية ثلاثة ثلاثة دي مهم الأنيميا نقص الدم يخلي القلب يضرب بسرعة جدا و تحس دقات قلبك فالاسباب عديدة يا عطية اسباب انك تحس دقات قلبك عديدة كتير جدا منها الصمامات و كل عاية بس انا متطمج لانك رحت الدكتور قطعا الدكتور فكر في الحاجات دي قطعا فكر في الصمامات شافها وعمل ايكو فكر في الغدة الدرقية فكر تكون انيميا او انت منفعل او انت مش رياضي ما هو اللي مش رياضي قلبه بيدق من اقل حك يقولك ده ما عندوش فتنس ما عندوش ليقة بدنية تلاقي اتنين في الملعب و انت بتتفرج على مرش واحد مش قادر يكري مش قادر هو مش قادر يجلي عشان نهجانه قلبه والتاني ازح تسعين دقيقة رايح جاي ده عندو لياقة و ده ما عندوش لياقة عدم وجود لياقة بدنية تضاف الى الاسباب اللي انا قلتها بس ما بنرهاش في الاول عشان ما نظلمش العيات قد يكون عندو حاجة جسيمة شفت ضغطك هل بيعلى اسناء الدقة ديو اللي لا يعني اه دقتك بالدقة هل ضغطة عالي ساعتها اسناء فكلها ايه حاجات انت لوحدك كده هتقدر مع الدكتور تقدر تعرفه بسهولة شديدة جدا 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 ترجمة نانسي قنقر